السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بلا منسى بخوتينا اللي في الغربة رح نتكلموا على حقائق اللي راهي الان احدثت ضجة كبيرة وانصحها القول خلوطة وفي نفس الوقت شكشوكة كبيرة خلوطة كبيرة على منصب رأس الاتحادية الجزائرية ولكورة القادمة اول شي رح نتكلموا المحور الاول لماذا زد شي ضغط بطرق ملتوية من اجل العهدة ثانية بعد انه ما سابقا نصرح انه لن يترشح المحور الثاني رح نتكلموا على جمال بالماضي وعلاقته بالمكتب الفيدرالي الحالي وهل صحيح هو من اختار شرف الدين عمارة المحور الثالث اللي رح نتكلموا فيه ايضا اعضاء المكتب الفيدرالي عفوا للجديد اللي رح يكون من اضعف المكاتب ولا اضعف مكتب الفيدرالي منذ استقلال الجزائر اذا ثلاث محور رح نتكلموا بهم بشكل اه مباشر على الخاروطة وعلى كما نقوله وانصحها القول الشكشوكة اللي رأي ساريا الان في الكورة الهزائرية وخاصة ببنى دالي براهيم اول محور واول شي نتكلموا رح نتكلموا على زد شيء وبعد ما وعد يعني اطراف وتكلموا بعدها انه رح ينسحب رسميا ولن يترشح علي عهدة ثانية في الفيديو اللي سمعتوه في سمعتوه يعني بالصوت يتكلم انه رح لن يترشح لعهدة ثانية مثل ما سمعتوه هذا خير الدين زادشي سابقا تعهد انه لن يترشح لعهدة ثانية لكن من بعدها زادشي عمل مناوارات بعد ما اتأكد انه ربما يساعده جمال بالماضي كورقة الضغط بدا يناور زادشي وبدأ الامور تنقلب وبدأ الطريقة تاعه انه خلاص يعني بعد ما قال انه سوف ينسحب رسميا بدا يدور اقدروا نقولولي في الكلمة بدا يدور في الكلمة تاعه وبدأ يناور اول ما بدأ يناور نور ورقة الضغط انتاع الانتخابات انتاع الفيفا وترشح في انتخابات الفيفا وهو يعرف انه لو ما عندوش امل انتاع واحد بالمية انه يتحصل على صوت واحد ويعرف هذا ويدرك هذا لانه لا عندوش علاقات في الكاف يعرف شي هذا اذا لاعبا بورقة الفيفا كي يضغط بها على السلطة بل يقولهم انا اجبت لكم منصف الفيفا اذا من حقي اني نترشح لعهدى ثانية فشل بعدها مع الداي فشل مرة الاولى في انه معرفش عمر السيمارة خرج بسيناريو جديد عقوبات الفيفا الفيفا سوف تعقبنا بسبب عدم تكييف القوانين جديدة تاع الاتحادية الجزائرية مع قوانين الفيفا لما كورقة الضغط الثانية ايضا لعب بورقة تاع الفيفا لما فشل في الانتخابات المرة الاولى في السيمارة لعب على ورقات الفيفا من بعدها زدنا بورقة انه يعني قبلوا للملف التاعي ولو متأخر راح نتحصل لاصوات وراح نكون في لجنة تفيدية تاع الفيفا من بعدها جات الطامة الكبرى وهي اقصاء ولا حصول خير الدين زدشي على سفر اصوات واقصائه نهائهم من بعدها زدشي ما عندوش باش يناور المناورة وشي هي يبعث صحفين تابعوه اتبعوه قال اطلقو اشاعة استقالة جمال بالماضي باش نضغطو عليها على السلطة باش تخلينا نزيدو عهدى ثانية اذا وبالفعل اقرى المقربين من زدشي والصحفين الذراع الايملي زدشي بصول اللي اطلقش اشاعة استقالة جمال بالماضي من تدريب المنتخب الوطني هل بالماضي كان يعرف ان الاتشاعة سوف تخرج ويعرف بالسيناريو هذا الله اعلم هذي ما نقدروش نعرفو الامور الغيبية ربما يعرف ولبما لا يعرف لكن من بعدها بالماضي خرج جهون فا وقال باللي انا مع الشعب ونا جيت نخدم بلادي وما جيش نخدم اه ومانيش هنستقل هذي الامانة بعد ما يأس زدشي بقضية اه المنصب اللي راح واستقالة بالماضي ما هي الخطط البديلة للامانة انا اول مرة اعترف انني اغلط في حق زدشي اول مرة اعترف انه زدشي يملك من الداهاء والفتنة من القلائل اللي في افريقيا وفي الجزائر في المكر وفي الداهاء شهادة لله ما كونش نتوقع انه زدشي عنده دهاء وفتنة ومكر بالدرجة هذه زدشي اخر واحد نتوقع انه يطلع فطن وذكي وعنده دهاء ويقدر اه يدريب لي السلطة والدولة والشعب والمعارضين يدريب ليهم كما يحب برافو الزتي حقيقة وانا غلطت فيها وقصرت في حقك ياسر رايس اذا ما بعدها ما اه اضغطت بورقة جمال بالماضي والاستقالة وكذا وكذا عرف باللي حكايا فقالها الشاب ما هي الخطط البديلة الخطط البديلة بلان بي بلان سي والبلان دي بلان بي بلان سي والبلان دي البلان بي اول شي قبل ما نحصل البلان بي والسي والدي انه خلال دين زدشي صارت مشاكل كبيرة في المنتخب الوطني خاصة في كاس افريقيا في مصر ومقابلة كوديفور ابرز مثال من بعدها تم ايقالة او ابعاد عفوا ايقالة او ابعاد حكيم الدان كمناجير من المنتخب الوطني باوامر من جمال بالماضي خاصة بعد كارثة الحجز الفندق واللاعبين اللي لعب راحوا اكثر من مية واش كيلو من مية وحاجة مية وربعين مية وخمسين كيلو في اه في الحافلة في درجة حرارة مرتفعة وارهاق كبير جدا ضد اللاعبين الجزائريين لانهم مع قدروش يريزيرفوا اوتيل لم يستطيعوا حجز فندق يعني هذا الفشل في التسير هذا ما اغضب بالماضي وبعدها بعد كاس افريقيا شفنا ابعاد حكيم الدان القضية واضحة وضوح الشمس زدشي يعمل لمستحيل كيضغب على بالماضي ببعض الامتيازات من هالراتب من هالعديد من الامور الكارتبلونش والورقة البيضاء والعديد من الامور ايضا اضغط على جمال بالماضي من ناحية اه كيف اه يعني نقولها من ناحية ضغط يعني عمره كما نقوله رسول الله انه اه لن تجد راحتك الا معنا فقط يعني تخدم معنا تصيب الراحة انتاعك لو يجونا سخرين وفي ديرالية جديدة وحذاري وحذاري من جماعة راوة خاصة من وليد صادي لان لو تخدم مع جماعة راوة وليد صادي ولا عن تريحيا راح اه يصمت عليك العمل انتاعك ومو كنا راحين يدرلك عقبات وصعوبات وراحين يفرض عليك وكذا احنا نعطوك لكارت بلانش اذا وحذاري من ذاك الشخص وحذاري من ذاك يعني شو لعمروله اراسه وضغطه عليه وحنا هما الصح احنا هو الصح احنا هما الاساس اذا اه اه عفوا خير الدين زاتشي اذا كان موجد قلنا بلوم بي سي دي بلوم بي انه هو يزيد عهداء ثانية للامانة جاء لولا لولا تصويت خير الدين زاتشي على قضية الصحرة الغربية ابعادها من الكاف كان راح يزيد عهداء ثانية هذي مفاجأة ممكن كلمة يعرفها وكان ما يعرفاش رسميا رغم معارضة السلطة السياسية لخير الدين زاتشي وابعاده وابعاده والوحيد الذي دفع عنه بعد على دم استلامه للميضالية والتشريفات في اه قصر الحكومة هو جمال بلوماتل الناخب الوطني دفع ايضا عن رئيس الاتحاد الجزائري لكراتي القدم خير الدين زاتشي واكد انه متحصر على عدم تكريمه بعد الكان كما سمعتو اذن جمال بلوماتل بالماضي هو اللي دفع عليه وقال هذي ريغلومات كونت او تصفية حسابات ريغلومات كونت او تصفية حسابات قلت الوحيد اللي دفع عليه هو جمال بالماضي اذن خير الدين زاتشي من بعد ما اه ياس وقلتها ونعودها كان هو المرشح الوحيد والاوحد لتولي زمام رئاسة الفاف لعحدة ثانية لولا الخطأ الجسيم الذي لا يغتفر هو تصويت ضد الصحراء الغربية ونعرفوه سياسة جزائرية ورحاف الامور هذه اذن الخطأ لا يغتفر اذن خير الدين زاتشي انتهت حكايته بعد تصويته على الصحراء ابعاد الصحراء الغربية من الكاف احنا كملوا وخلصوا مع خير الدين زاتشي خلاص خير الدين زاتشي خرج من السباق اذن لما عرف روح وخرج بروبوزا على ناخب الوطني كورق الضغط لانه بالماضي خلاص يعني بعد ها ما مسخولوا كم نقولوا احنا عمروا له مخوصي احنا هو الصح اي شخص عيجي رح يدي رانجيك احنا هو الصح عندك بلون بي سي دي بلون بي اما احنا كنوا احنا نرجع صحيح حاول تضغط عليهم مكانش قلهم برناوي الى مكانش قلهم شكون الاخر هو شرف الدين اعمارها هذا الشخص اللي حكيته حكاية اذن اه بطبيعة الحال كانت الاجواء رائعة جدا بعد اه حفلة وداعية لخير الدين زاتشي وبالماضي قال نازم نشكره خير الدين زاتشي وشوفتوها في تليفزيون عادة ويعي امور واضحة ومن بعدها كانت المفاجأة قبلها عفون كانت المفاجأة مفاجأة حضور لقاء تم بين الناخب الوطني جمال بالماضي ومن وعما عمن مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا اللقاء اللي ما كذبش وقال الحقيقة اه جمال بالماضي واعترف انه قابل رئيس الجمهورية يقابل المججة المقابلة رئيس الجمهورية يعترف ايضا انه قابل جمال بالماضي يعني هذه المقابلة تمت حقيقة الناس اللي تقول مجرد انهم جلسوا على جال تكريم ويكرموا بالماضي بالماضي كأسفريقيا تحصل عليها في جويدية 2019 يعني قرابة السنتين تبون يعني الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لو كان حبي يكرم بالماضي كان يكرموا على الاقل على الاقل بعد انتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 او على الاقل في بداية 2020 اذا ليست تكريمات لو كان تكريم ممكن يكون ان شاء الله الى تأهلنا كأس العالم بعد كأس العالم حاجة بينها يعني يكرم يعني اللاعبين والطاقم الطبي والفني والرياء والتقني وكذا 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 هذه امور واضحة اذا بالماضي اخرج ما في جعبته اخرج ما في جعبته وكان صريح صريح قاضية المسؤول هو ولا غلطوه ما غلطوه شدو كان جوليها اذا بالماضي كانت عنده ثلاث اسمع البلون اين حاول انه يعاود قلهم ماذا بيا يبقى زد شيء كاستقرار للمنتخب بواوة يعني السلطة السياسية كانت واضحة ما بالماضي زد شيء خلاص انتهى نهائيا خاصة بعد قاضية السحرة الغربية هذا شيء مفروغ منه الاسم الثاني هو برناوي ايضا السلطة رفضة هذا الاسم ابقى الاسم الثالث هو شرف الدين عمارة شرف الدين عمارة ايضا صديق زد شيء وهو مسير شركة مدار شرف الدين عمارة انسان يعني قانوني انسان اللي عنده علاقة بالقانون ما عندوش علاقة اصلا بكرة القادم راح انفجئكم لو نقولكم هذا شرف الدين عمارة مايفرقش بين تماس والركنية بين توش والكورنيل مايفرقش بين ايضا يعني لو تخير الاسوأ اسوأ واحد فيهم هو زد شيء اسوأ واحد فيهم زد شيء احسن من شرف الدين عمارة اذا من المسؤول بحور الثاني من المسؤول على اختيار شرف الدين عمارة قلت ها ونعودها جمال بالماضي الانسان الذي والجزائر الاصيل الذي انقذ المنتخب من الغارق حقيقة منتظرش ننكروها الناكر لهذه الحقيقة هو كاره لنفس الوقت لجمال بالماضي ويكرح جمال بالماضي الانسان اللي يجهد وينكر الخير اللي داره جمال بالماضي من المنتخب الوطني يعني بعد ما مسك منتخب منهار وحطم أتم معنى الكلمة أخرجوا من هذا المشاكل هذه والفوضى اللي كان صاري في المنتخب الوطني بلا منتخب قوي بلا منتخب اللي تحصل كاس فريقيا بلا منتخب تنافسي روح المجموعة رجحها يعني أعمل أنا برسبرية قرب نوعا ما المعجزة نوعا ما ممكن نبالغنا في الوصف ربما أنه قريب المعجزة لكننا إحنا لما نعبدوه نعبدوه ربي سبحانه ما نعبدوش الناس نحن بشر نخطئ ونصيب نخطئ ونصيب زيدان ويخطئ غورديولا ويخطئ مورينيو ويخطئ كلوب ويخطئ يخطئ شواء يعني إما سواء في شواء تاكتيك إما في جوار إما هذه سنة الحياة عادي بشر ويغلب جبل برماضي اخطئ في حاجة اخطئ أنه تبع ناس بلا ما يعرف شرف الدير عمارة هذا لو يقوله لي يقوله ما نعرفوش تروح تسقسي جمال بالماضي ويقوله ما نعرفوش ما نعرفوش وصح بالفعل وقعوه في الفخ وضعوه في فخ تفطن نوعا ما تفطن لكن متأخر جتة فطن متأخر ما بقاش وقت لأسف ما بقاش وقت إذن الخيارات اختيار جمال بالماضي لي شرف الدير عمارة قطع الطريق على كل موتر الشيحي أول موترشح لي أعلن رسميا جبدو روحو هو وليد صادي وما تمنيته صراحة يعني لا نزكي أشخاص تمنيته وليد صادي على بالي عنده شعبية وعنده جمهور جزائري يحبه لكن تمنيته وليد صادي على حاجة واحدة نحن مقبلون على تصفية كأس العالم ما ينفعنا هو شخص الذي عنده علاقة في الكواليس في الكاف وليد صادي عنده علاقة لا بعثة بها في الكاف زنبية تبقى في التاريخ مهزلة زنبية تبقى في التاريخ لو جت عدة اتحادية قوية ولا أشخاص عندهم علاقة جيدة في الكاف مكنش يصرانة المهزلة ليتصرانها والحمد لله إنها وكاية مقابلة وعلمات شكلية لو يحذرنا هذا الشيء في كأس العالم ماذا يحدث؟ مقابلة بوركينا فاصو لن تكونها سهلة أنا من عندهم علاقات في الكاف يعرفوا يلعبوا الكواليس وأيضا المجهبنا ما نقصوش مقيتهم وانتخب محترم ماذا يحدث لنا؟ هل نستطيع التأهل؟ هل نستطيع التأهل والذهاب إلى مباركسد؟ أو نقصع ضد من ضد بوركينا فاصو؟ إذن وليد صادي وكل مترشخين قطع عليهم جمال بالماضي الطريق المعلومات اللي عدنا بالأمس في المساء قبل ما ينشر البيان تع الفاف وليتكلم فيه جمال بالماضي أنه بتدخلونيش في اللعبة نتعكب كان أطراف محيطة لانتوراج بتاع جمال بالماضي تتكلم وجدتنا معلومات هذه صح ما كنش بتأكدي منها أنه جبل بالماضي ندم ندم شديد وعرف أنه كشوق نقوله في كلمة سمحونا لعبوا بيها لعبوا بيها ودمروها كاكبش في دعا تفطن لكن تفطن للأسف متأخر تفطن للعبة القاضية اللي لعبوا به ودمروه كبش في دعا هو بريء منهم حقيقة بريء منهم واعترف وكلمة والفقرة الأخيرة في الكلام جبل بالماضي مهمة جدا مهمة جدا نحن نحن مقبرون على كأس العالم ويجب ناس تعاوننا في كأس إفريقيا في كأس العالم تكون عندها علاقة طيبة متينة وعلاقة جيدة في الكعف وهذا ما قلناه نحن سابقا يجب أن يكون رئيس القادم للفاف عنده علاقة جيدة في الكعف يجب أن يكون قلناها يجب أن يكون رئيس قادم عنده علاقة جيدة في الكعف كلام هذا أكدوا في الفقرة الأخيرة جمال بالماضي قال أنا بتدخلونيش في سراعات بتدخلونيش في أمور لا تغني ولا بتدخلونيش في سراعات نحن في غيناء عنها وأنا في غيناء عنها كمدرب وأيضا أنه مرحلة قاد بارح مرحلة حساسة يجب انه تكون ناس عندها علاقة جيدة في الكاف اللي تساعد منتخب الوطني وتعطيه وتنسه وتعطيه حقه فقط اذا بعد ما تداول اسببه بكثرة في موقع التواصل الاجتماعي جبل بالماضي انه هو السبب ولا هو متسبب في اختيار الشخص هذا اذا جبل بالماضي تحرك وعرف باللي اضعف اضعف مكتب فيدرالي منذ الاستقلال فيه اشخاص نفس الاشخاص اللي كانوا معه ضد شيء نفس الاشخاص تعاودوا رئيس للترشيحات هو ياحي معروف الان مايضا خلوطة انا ندخل فلان لي وانا ندخل صاحبي والاخر يدخل صاحبه وهي رايحة خلوطة خلوطة كبيرة ياحي قال لها ما لازم نجي بقوتي والد بلادي باش نخدم به وكانوا قدموا اسم اخر السنسيال خلوطة ياحي اكد باللي انا مانيش قابل رافض هذا على شرف الدين عمارة وجدت لي ضغوطات خلوطة خلوطة ويا وشرف الدين عمارة ما عندوش خفل سنين في كرة القدم تلكم خلوطة دخول بالماضي في الخط اخرطة كل الاحسابات بعد ما انا بالنسبة لي اعرف باللي راح يديروه كلعبة يعني يدمروه كما نقولوه ولا يعني كبش في دا تفطن ولا ممكن نعاونوه الناس المقربين ليه ولا محيط تنتعوه فطنوه ولا فيقوه في اخر دقيقة نتمنى كل الخير المنتخب الوطني حقيقة نتمنى كل الخير لجمال بالماضي ورنمع الجمال بالماضي قلبا وقالبا تصفيت كاس العالم عن الاب وعب قلتها ونعودها الشخص هذا شرف الدين عمارة لا علاقة له بكرة القدم لا يفرق بين التماس والركنية كيف يكون رئيس التحادية المسؤول قلتها ونعودها الناس اللي كانت موجد البلون بي والسي والدي هي اللي دارت اسم شرف الدين عمارة جمال بالماضي كبش في دا جمال بالماضي نقدروا نقولوا ضغطوا عليه عمروا له مخوا قالوا له ما تخضبش مع جمعة عطرة وراوة سموها كما تسموها الان جمال بالماضي تفطن لكن تفطن تعوه للاسف جمت اخر تمنيته كنت فطن في السابق لكن ماذا عسيه اقول انها شكشوكة كبيرة وخلوطة كبيرة الخاسر الاكبر هو المنتخب الوطني والجماهير الجزائرية اللي مأملها وعندها امل كبير خاصة في كأس العالم لكن حادثة زمبيا سوف تتكرر بهذا المكتب الفيدرالي الضعيف جدا الضعيف جدا ثلاث مرات الضعيف جدا نتمنى الخير للكورة الجزائرية ونتمنى الخير المنتخب الوطني والجمال بالماضي ناخب الوطني لأسعد كل جزائريين بالتوفيق في قادم الاستحقاقات رغم صعوبة المأمورية فالأخير متقال مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته